خلال اجتماع لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ونطاق تداعيتها على الصعيد العالمي وأضاف مدبولي أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم مشيرا إلى أنه منذ بدء الأزمة عاكفت الحكومة على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع وعلى رأسها القمح وأضاف مدبولي أن مصر لديه احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على أربعة أشهر في انتظار بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي خلال شهر أبريل المقبل وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنوع مصادر توريده من عدد من الدول وهو ما يتم بالفعل وفي سياق المتصل تم خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا بجانب استعراض تداعيات المحتملة للأزمة على أسعار البترول خاصة في ظل صعود أسعاره نتيجة لظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في مرحلة التعافي من تداعيات كورونا كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى أن الحكومة ستبذل جهدا أكبر في البحث عن أسواق بديلة للسياحة حال تطور الأحداث بشكل سلبي